اشتركوا في القناة وراح تصير مستقبلاً في حياتي المهنية والأشياء اللي تصير حولي ففي شغل كثير قاعد أسويه بكل أمانة والآن قاعد أرتب وضعي قاعد أتخلص من بعض الأشياء هنا وهناك عشان أثبت نفسي على الأشياء الأساسية من بينها هذا القناة القناة الثانية الخاصة بالبلوغات برنامجي في قناة الثقافية ودوامي وشغلي والأشياء اللي قاعد أسويها لكن قاعد يعني أرتب أموري فصناعة المحتوى خصوصاً بمجال الأفلام والمسلسلات وموضوعها صعب شوي لأنه لازم تشوف مسلسل من عشر حلقات بعدين تكتب مراجعة بعدين تصور فالموضوع ياخذ وقت طويل يا جماعة الخير المهم أنتم بإذن الله راح تعذروني والفترة الجاية راح نرجع بنفس النشاط الأول وأفضل بإذن الله هذا الشهر راح يكون جيد من ناحية المسلسلات ومن ناحية الأفلام خصوصاً أنه هذا الشهر راح يقام مهرجان البحر الأحمر سينمائي الدولي بنسخته الرابعة لما أظن في جدة راح أكون حاضر هذه ثالث سنة أحضر أحضرت السنة بدن السنة اللي راحت والسنة هذه هذه ثالث سنة أحضر والرابع سنة يا رابع سنة أحضر على التوالي أو ثالث سنة أي أن يكون هذه السنة راح أحضر وراح يكون موجودة هناك بإذن الله من اليوم الأول إلى اليوم الأخير فخلونا نشوفكم ومثل ما تعودنا خلال المقاطع الماضية مقاطع أفلام مسلسلات الشهر أني أبداها بالحديث عن الأفلام والمسلسلات اللي شفتها الشهر الماضي وبحكم أنه شهر الماضي شهر نوفمبر كان مليان مسلسلات أما أنها انتهت أو بدأ عرضها فخلونا نتكلم شوي فمن بين الأشياء اللي تابعتها الفترة الماضية مسلسل فروم بكل تأكيد وتحديدا نهاية الموسم الثالث من مسلسل فروم النهاية كانت جيدة قياسا وعطفا على السوق اللي صار تيلة الموسم باستثناء ثلاث حلقات الأولى تقريبا بعد ثلاث حلقات الأولى المسلسل دخل بالجزار وسوء فروم بالنسبة لي مجموعة من الأسباب المركبة مع بعض فمن جهة أداء الممثلين أداء الممثلين عادي يا جماعة بل أقل من عادي يا جماعة الخير الممثلين فيهم سوء مو طبيعي من ناحة الأداءات الفردية ما فيه ولا ممثل لفت انتباهي باستثناء الممثل يؤدي دور فيكتور عدى ذلك من الممثلين كانوا سيئين جدا وأنا هنا صراحة ما أدري هل ألوم الممثلين نفسهم ولا ألوم فريق الكتابة اللي ما قدر يكتب نصوص جيدة لهؤلاء الممثلين بمعنى آخر كل الممثلين والشخصيات اللي شفناهم يعني من بداية فروم إلى نهاية فروم تقريبا ما نعرف شي عن حياتهم الشخصية قبل فروم قبل لا يدخلون هذه القرية عشان نرتفط عاطفيا معهم يعني مو كلام فاضي مو حش وحلقات بس بعرف هذا وش كان يشتغل أو هذا وش كان يسوي هذا أهل وش كانوا يسوون أو هل أهل هذا ينتظرون فهمتوا هذا الجانب الدرامي هذا الجانب الدرامي معدوم هل هو معدوم عن قصد يعني مستقصدين هذا الشيء أنهم يقطعون الشخصيات عن العالم الخارجي وأنا هنا ما أتكلم عن تواصل مباشر بالوقت الحاضر لا أتكلم عن فلاش باكات اللي تابعوا مسلسل لوست ممكن يفهمون قصدي أكثر فهذا النوع من الارتباط العاطفي مع الشخصيات كان معدوم فما نمرتبط أبدا مع الشخصيات لكن الشيء الوحيد اللي يخليني أتابع المسلسل أبي أعرف القصة يعني أبي أعرف اللغز اللي يرهنون عليه بس كذلك من المسلسلات اللي شفتها الشهر الماضي شهر نوفمبر مسلسل The Day of the Jackal The Day of the Jackal مسلسل جيد جدا بكل أمانة لين وصلوا للحلقة السادسة واعطبوها شوي إلى الآن ما شفت الحلقة السابعة لكن إلى الحلقة السادسة يعني إلى الحلقة الخامسة كان مسلسل حلو ماشي بريتن ممتاز لكن الحلقة السادسة أعطبوها شوي كذلك من المسلسلات اللي شفتها مسلسل سايلو شفت الحلقتين الأولى إلى الآن ما شفت الحلقة الثالثة بطيء يعني أنا كنت معول عليه شيئا أكبر بطيء لكن أعتقد كذا أنه هذا الهدوء اللي يسبق العاصفة وكذلك شفت الثلاث حلقات الأولى من مسلسل Toon Prophecy المسلسل بالكامل موجود عندي يا جماعة لكن والله العظيم من كثرة الشغل ما أنا قادر أشوفه نفس The Penguin تخيلوا أنه The Penguin قبل لا ينزل بسبوعين تقريبا كان بالكامل موجود عندي لكن والله العظيم يا جماعة الخير من الشغل والضغط اللي عندي ما قدرت أشوف The Penguin والآن ما قدرت أشوف دون قدرت أشوف الحلقة الثالثة بس فضيت نفسي شوي وشفت الحلقة الثالثة لأنه الحلقة الثانية كانت مجنونة والحلقة الثالثة بتخليني أكمل المسلسل للنهاية أخيراً شفت مسلسل ديسكليمر على أبل تيفي بلس وكل اللي أقدر أقوله أن هذا المسلسل أنه مسلسل مختلف ومختلف هذه راح تفهمها لما تشوف المسلسل خلصنا مع ملخص شهر نوفمبر خلونا نبدأ الآن مع شهر ديسمبر وتحديداً مع المسلسلات في البداية جماعة الخير نتفليكس كان عندهم عنوان ناجح اسمه سكويد جيم نزل فيه سنة 2021 على ما أعتقد ونجح نجاح باهر حقق مشاهدات عالية جداً في منصة نتفليكس بدولي أنه أكثر مسلسل مشاهدة بتاريخ المنصة ففي طبيعة الحال ليش ما يسوون سيزن ثاني؟ فسووا سيزن ثاني راح ينزل بتاريخ 26 ديسمبر لذلك من المسلسلات اللي راجعة بموسم جديد في شهر ديسمبر مسلسل بعنوان What If هذا المسلسل من عالم مارفل السينماية راح ينزل بتاريخ 22 ديسمبر وفكرة هذا المسلسل حلقاته منفصلة هو إنيميشن بالمناسبة حلقاته منفصلة يعني في قصص منفصلة وفكرة هذا المسلسل يقول لك ماذا لو صار كذا وكذا بدلاً عن كذا وكذا خذ لك يا قصة رهيبة في حلقات رهيبة من الموسم الأول والثاني وممكن يكون في حلقات رهيبة من الموسم الثالث كذلك منصة ديزني بلس عندها مسلسل أعتقد أنه مسلسل عائلة شوي من عالم ستار وورز بعنوان سكيلتون كرو قادم بتاريخ 3 ديسمبر يتكلم عن قصة أربعة أطفال يكتشفون شيء غامض على كوكبهم الأمر اللي يقودهم لمغامرة خطيرة في المجر أما من المسلسلات المنتظرة هذا الشهر مسلسل جديد من عالم ديكستر بعنوان أوريجينال سن أو الخطيئة الأصلية رح يبدأ عرضه بتاريخ 13 ديسمبر على منصة برامونت بلس وغالباً مسلسلات برامونت بلس تكون على أو اسن بلس غالباً فأتمنى أن أو اسن بلس يعرضون هذه المسلسل المسلسل يعتبر مقدمة للأحداث اللي شفناها في مسلسل ديكستر الأصلي وأحداث المسلسل رح تكون في مدينة مايامي وتحديداً في عام 1991 وراح تتحدث عن ديكستر وبداياته من طالب إلى قاتل متسلسل يسعى للانتقام وش الدوافع اللي خلته يصبح قاتل متسلسل وش الأفكار الجديدة اللي ممكن يقدمها هذا المسلسل ما أدري لكن بكل تأكيد ديكستر أنوان مثير للاهتمام ومن المسلسلات المثيرة للاهتمام كذلك هذا الشهر مسلسل بلاك دابس اللي يعتبر مسلسل جاسوسي أكشن ودراما من نتفلكس قادم بتاريخ 5 ديسم تدور أحداث هذا المسلسل عن سيدة تدعا هلين ويب أم وزوجة وجاسوسة بنفس الوقت وزوجها رجل سياسي ومن هنا تبدأ خلطة من الأحداث الدرامية الأكشن الجاسوسية مسلسل قصير من ستحلقات هذا الأمر الوحيد اللي مخليني أفكر أني أتابعه لكن مجرد أن تنزل التقييمات بقرر ليش؟ لأنه مجددا نتفلكس داخلين بجدار الفترة الأخيرة ورح يدخلون بجدار حرفيا لو جابوا العيد في المسلسل التالي مسلسل مئة عام من العزلة أين نعم يا جماعة الرواية الشهيرة مئة عام من العزلة رح تصير مسلسل من إنتاج نتفلكس هذا المسلسل رح ينزل بتاريخ 11 ديسمبر وعلى ما يبدو يا جماعة الخير أنه الشركات دفت مسلسلاتها في شهر نوفمبر لأنه شهر الماضي مو منطقي كمية المسلسلات الكثير الرهيبة اللي انزلت فدفوا المسلسلات في شهر نوفمبر وما بقي عندهم شي نزلونه في شهر ديسمبر يبدو لي أنه هذه أكثر المسلسلات المرتقبة حسب الموقع اللي أعتمد عليه بكتابة هذا المقطع الشهري لو كان فيه مسلسل رح ينزل شاركنا تحت بالتعليقات لأنه بالعادة هذا الموقع يعني يخورها شوي أما من ناحية الأفلام فيا سادة يا كرام فيا عدد جيد من الأفلام اللي رح تنزل في هذا الشهر سجل عندك في تاريخ 12 ديسمبر رح تنزل مجموعة من الأفلام الفيلم الأول فيلم كريفن ذي هنتر من عائلة السوبر هيرو تصنيف آر ومن بطولة آرون تيلر جونسون ويتكلم عن كريفن وعلاقة المؤقتة مع أبوها الوقح رح ينزل بتاريخ 12 ديسمبر مثل ما قلت وفي هذا التاريخ رح ينزل كذلك فيلم الانيميشن من عالم سيد الخواتم بعنوان حرب الروهيرم هذا الفيلم رح ينزل بتاريخ 12 ديسمبر وأحداث الفيلم قبل 183 سنة من أحداث الثلاثية الحين السوال الكلاسيكي سوال المعروف هل لازم نشوف الأفلام عشان نشوف هذا الفيلم؟ لا بصراحة يعني لا شوف الفيلم عادي ما أعتقد أنك لازم نشوف الأفلام الأفضل تشوف الأفلام لكن عادي ما يمنع في نفس اليوم رح ينزل فيلم سعودي بعنوان ليل نهار من إخراج المخرج عبدالعزيز المزيني اللي عرفنا لفترة طويلة بعنوان مسامي أما في يوم 19 ديسمبر فيا جماعة لحد يكلم سلطان الموسى لأنه رح يكون مشغول جدا ببريمير فيلم مفاسة كون سلطان الموسى من أكبر شبيحة ليس من أكبر شبيحة سلطان الموسى أكبر شبيح لشخصية سكار وأي شخصية شريرة تخطر على بالك هو يرى أنه شخصيات الشريرة مدافع ومحامي لشخصيات الشريرة فهو يحب سكار ويعشق سكار ويرى أنه سكار هو الملك الشرعي للغابة ويرى أنه موفاسة وسمبة اغتصبوا العرش والحق الشرعي للملك موفاسة لا للملك سكار أفول أفول للملك سكار فسلطان يراهن أنه هذا الفيلم رح يكشف حقيقة موفاسة أن موفاسة لا يستحق هذا العرش وأنه سكار سكار هذا السكار أتى بسبب تضحية سكار من أجل موفاسة فما ندري صراحة يعني رح تكون ليلة حامية رح تكون ليلة محتدمة لأنه فيه أشخاص كثير من بينهم يعني بشكل عام حنا نحب الخير لما كنا صغار وأفلام ديزني فكنا مميل مع سيمبا ونشوف سكار شرير ولكن سلطان رح يكون شرس في يوم 19 ديسمبر لا حد يقرر من سلطان وفي يوم 26 ديسمبر قبل نهاية السنة فيه ثلاث أفلام راح تنزل الفيلم الأول سونيك الجزء الثالث اللي راح يكون من بطولة جوكيري وكيانو ريفز ما يحتاج أقول لكم وشي قصة سونيك سونيك أروف الفيلم الثاني جماعة واحد من أكثر الأفلام اللي عليها هايب فيه ناس شافوا هذا الفيلم على الإنترنت ولكن هذا الفيلم راح ينزل بدور السينما أتكلم عن فيلم We Live In Time هذا الفيلم اللي يمكسر الدنيا لتر بوكس وبالمناسبة هذا الفيلم راح يعرض في مهرجان البحر الأحمر السينما الدولي وفيه احتمال كبير أني أسوي مقابلة مع الممثل أندو كارفيد راح يكون موجود بالمهرجان يعني راح يجي بالمهرجان فأدري أنه راح تجون وأدري أنكم غالباً بتكتبونه التعليقات راح كان أسألوا عن سمايدر مان ما راح أسألوا عن سمايدر مان أبداً يبدو لي أني يعني لو سألتوا عن سمايدر مان بياخد المايك وبيرمي مستحيل أخيراً وفي نفس اليوم راح ينزل واحد من الأفلام السعودية المنتظرة كذلك فيلم من إنتاج تلفاز 11 بعنوان صيفي بالمناسبة هذا الفيلم راح ينزل بمهرجان البحر الأحمر أو راح يكون مشارك بمهرجان البحر الأحمر السينما الدولي وبالمناسبة الأفلام السعودية سواء كان فيلم هوبال اللي راح ينزل 2025 بداية سنة يناير أو ثقوب فيلم صيفي وفيلم ليل نهار والأفلام السعودية الأخرى اللي راح تكون مشاركة فيلم هرجان راح نزل لها مراجعات بإذن الله وأنا موجود هناك فيلم هرجان شاهد يا جماعة ودي أشوفكم فتعالوا بيكون في جدة من تاريخ 4 ديسمبر تقريباً إلى 13 ديسمبر فأطول هناك فحياكم والله بشوفكم بالمهرجان يا جماعة الخير وبس لو فيه فيلم أو مسلسر راح ينزلوا ما ذكرتهم في هذا المقطع شاركنا تحتوى التعليقات لايك في حالة جبك المقطع اشتركوا في القناة لا يمكنك اشتركوا في الجرس السنبيهات واللي راح يبركون بالنصف مليون شكراً جزيلاً الله أعطيكم العافية صراحة توي يتوي الذكراً فشكراً جزيلاً يا جماعة الخير الله أعطيكم العافية نحنا جميلة وصلنا فيها للنصف مليون الله أعطيكم العافية جماعة وبس أشوفكم الوقت الجاي سلام